السلام عليكم مهتم أنك تعرف آخر جديد تقنية كيف ممكن توصل لهذه المعلومات وحتى كيف ممكن تبحث عنها وتعرف أشياء الشركات عند تشتغل عليه من ناحية تقنية بحثة فقط اليوم هنتكلم معكم عن الأبحاث العلمية الأبحاث هذه هي كيف ممكن تعملها ومين تشتغل عليها حتى شو المتمارة الموجودة لحتى نبدأ بالبداية هنورجيكم كيف الأشياء الموجودة فمسلا دخلنا على موقع OpenAI في عندهم قائمة لها علاقة بالبحث وبهاي القائمة الخاصة بالبحث يكونوا كاتبين فيها تفاصيل الخاصة بالأبحاث التي يشتغلوا عليها وشو هي الأبحاث وين ناشرينها لما تطلع على هايك أبحاث ممكن تعرف ايش أخر نسخة LGBT مثلا كيف ممكن تشتغل فيها أو حتى كيف هم طوروها بالشكل دقيق أو حتى كيف انوا طوروها بدون الأكواد الكاملي بدون ما تكون انت عندك فقط استخدام ليلها وبتعرف مين الأشخاص الكاتبين فيها وين هاي الأوراق مبحوثة أو حتى اذا كان في مشاريع تاني جانب ليلها بجانب هذا فيك تطلع على الأوراق العلمية الخاصة فيهم لما تقرأها بدك تشوف التفاصيل كاملة فيها طبعا للأسف أغلب هاي الأوراق بتكون منشورة باللغة الإنجليزية لكن إن شاء الله ممكن لها شيء بالمستقبل بالعربي بعدها فيك تشوف انت المؤتمرات المنشورة فيها هاي الأوراق مثلا في عنا مؤتمر اسمه CVPR هو المؤتمر الخاصي معالج للصور اللي بيقام بشكل سنوي من قبل مؤسسة IEEE وهي مؤسسة الهندسة الإلكترونية والكهربائية بالعالم طبعا هي مؤسسة غير ربحية في مهمتها أن تقوم بجمع المهندسين كلهم بقيام بأبحاث علمية خاصة بهذا المجال فأنت ممكن تدخل على الموقع الخاص فيهم تقرأ الأبحاث اللي عاملينها تشوف إيش الأوراق المقبولة بهاي الأبحاث بآخر سنة حتى كم الأشياء الموجودة فيها وتطلع على هاي الأبحاث في كما تعرف أنه كم بحث انتشر مثلا بالسنة هاي انتشر تم تقديم 9000 بحث وقبول 2000 بحث و 200 بحث فقط تم قبولهم ونشرهم بشكل عام فهذه الأبحاث كلها هي أشياء مهمة أنك تستخدمها أو تطلع عليها وتشوفها بعدين انت هاي الأبحاث كيف ممكن تشوفها كيف تطلع عليها ممكن تدخل على تويتر تكتب اسم المؤتمر بالبحث ولما تكتب اسم المؤتمر بالبحث ممكن تلاقي للناس شو عاملين شو كاتبين حتى في بعضهم ممكن يشاركوا الكود الخاص بالورقة اللي هنم يشتغلوا عليها ولما يشاركوا هذا الكود أو حتى هاي الشفرة المصدرية اللي ها فيك تشوف شو المشاريع العاملينها وكيف تصار التعديل عليها واشي الميزات الخاصة فيهم فهذا كله فيك تطلع عليه من خلال البحث العلمي موجود مثل موائل تلكم ومن المفيد جدا انك انت تشتغل على هذا المواضيع وممكن تكتب الورقة البحثية خاصة فيك وتنشرها هناك وممكن تصير في عنا أوراق بحثية خاصة بالمجتمع العربي والعالم التقني فهذه المواضيع كلها يعني خلينا نقول الثقافة العربية والأوراق الخاصة بالمجتمع التقني والعربي لسه فيها كتير فراغ شاسع ففينو الواحد يكتب فيها أوراق حتى يوصل فيها لنتائج قيمي ولا فائد كبيري منها فهذا فيديو أصير عن الأوراق البحثية والعلمية ونشوفكم إن شاء الله بفيديو قادم طبعا في شيء كتير أساسي الذي يجب أن نبهه أنه بعض الشركات ممكن تشتغل على أوراق بحثية وممكن تشتغل بحث علمي وتمولوا والتمويل الخاص لها هذا يجعل الأشخاص الذين لا تشتغلوا بحثة علمي عندهم ميول لهذه الشركة أو حتى ميول للأيدولوجي أو للفكر الخاص بهذه الشركة بدون ما يكون في مراعاة للحياة العلمية فهذه الأشياء الواحد ممكن أن يتبه لها بجانب هذا إذا حابب تشوف مثلا أنت مايكروسوفت أي شيء الأبحاثي عنها في كتابة Microsoft Research بالإنترنت أو بحث مايكروسوفت وتشوف الشركات اللي عاملينها والأشخاص والمشاريع اللي عاملينها وإيش الأشياء الآخر شيء مهتمين فيها طبعا هذا فيك تشوفه من موقعهم وفيك تشوف كمان التقديم عندهم على الوظائق أو هذا التقديم على التدريب الخاص فيهم إيش الطلبات وإيش الأشياء اللي هني عم يشوفوها في بعضهم ممكن يطلبوا أنك تكون ناشرة وراءة علمية محكمة أو بحث علمي بمكان كبير وفي منهم ما بيكونوا طابين هيك أشياء حتى في منهم ممكن ما كون شايفين هلا طابين ويكون عندك خبرة بالدكتوراه بهذا المجال وفي منهم من كما يهتموا فيها فهذا كله بحسب الشيء الموجود فيه الشيء الثاني فيك تشوفه أنه إيش هني المؤتمرات اللي هني بيهتموا فيها فإذا دخلت على الموقع تبعهم وشوفت على قوائم التوظيف فيك تلاقي عندهم أنه كاتبين مجموعة من المؤتمرات مثل CVP, RECCV, ICCV وهذه المؤتمرات الممكن تكون نبحث فيهم أو نشر عليهم مفيد لإلك لحتي تلاقي وظائف بشركات مثل هيك بالمستقبل وحتى فيك تعرف أنه من خلال الوظيفة أنك تدخل على المؤتمر وتروح وتشوف الأبحاث اللي هني كاتبينها وتتعلم منها وتستفيد وتعرف آخر شيء واصلتوا للتقنين شكرا لكم في فيديو اليوم ونشوفكم إن شاء الله بفيديو علمي قادم بالمستقبل والسلام عليكم ورحمة الله